ينضم إلينا الكاتب المختص في الشأن الإسرائيلي خلدون البرغوثي من رام الله أهلا بك معنا في تغطية التلفزيون العربي في البداية هل ما طرأ من تطورات على المستوى السياسي في إسرائيل يمكن وصفه كمراوغة جديدة خصوصا أن الفترة الماضية إسرائيل تعمدت أن تخرج تسريبات إلى العلن اليوم هناك حديث عن إطار معين تم الوصول إليه كيف تقرأ هذه التطورات سيد خلدون صباح الخير يعني ما يقلق بشأن التطورات هو أن هي معلومات كشفتها القناة الحادي عشر في ساعة متأخرة ليلة الماضية أن نيتنياهو وعندما كان الوفد الإسرائيلي في طريقه إلى باريس حاول أن يقنع أعضاء كابنت الحرب خاصة جانتس وآيزينكوت بتقييد التفويض الممنوح للوفد ليكرر ما حدث في المرة السابقة عندما ذهب الوفد رئيس الشباك ورئيس الموساد إلى القاهرة ذهب بطلب من نيتنياهو للاستماع فقط دون تقديم أي مقترحات ودون تقديم أي موقف لكن جادي عيزينكوت وبيني جانتس أصر على عدم تقييد التفويض الممنوح لرئيسي الموساد والشباك نيتنياهو كذلك حسب القناة كان حاول أن يفعل ذلك في الليلة التي سبقت ذلك ولكن أيضا وزير جيش الاحتلال يؤاف جالنت طلب منه أن يمتنع عن ذلك وهنا تكمن ربما مبعث القلق يكمن مبعث القلق من أن نيتنياهو يراوغ فقط وقد يعطل الاتفاق لأنه يريد الاستمرار بالحرب وزير خارجية قال في مقابلة إسرائيل كاتس قال في مقابلة الليلة الماضية إن لا شيء سيمنع إسرائيل من الذهاب في عملية عسكرية في رفح كل هذه الأمور تشير أو قد تكون تكشف عن النوايا المبيتة لدى نيتنياهو ووزرائه للاستمرار في الحرب وعدم ربما أو إلى تخريب هذه الجهود التي قد تؤدي إلى وقف إطلاق النار لكن الضغوط الموازية من شركاء في الائتلاف في مجلس الحرب جادي أيزين كوتواي وبني جانتس والضغوط الأمريكية وغيرها قد تدفع إلى قبول هذا الإطار الجديد يعني الأمور تبقى قيد الانتظار نيتنياهو لا يؤمن جانبه أبدا ولذلك ربما يجب أن تكون المتابعة بحذر شديد لهذه التطورات ما الذي يستفيد منه نيتنياهو في إطار شراء الوقت إذا كان الموضوع مراوغة سياسية جديدة لماذا تعمد إسرائيل إلى شراء الوقت خصوصا أن مع استمرار القتل والتهجير وارتكاب المجازر ألا يزداد الضغط الدولي على إسرائيل يعني الضغط الدولي حتى الضغط الأمريكي نيتنياهو مستعد لمواجهته إذا كانت مصلحة الخاصة الشخصية بالهروب من المسائلة المنتظرة بعد وقف إطلاق النار بعد انتهاء الحرب من قبل لجان التحقيق التي باتت إسرائيل بحاجة شديدة إليها وهناك ضغط شديد لإقامتها للتحقيق في إطفاقات ما قبل وأحداث السابع من أكتوبر وما تلاها حتى الآن هذه الأمور نيتنياهو يريد تجنبها ولاحظنا كيف شن هجوما أو نظم هجوما على وزير رئيس الأركان عندما كان يسعى إلى تشكيل لجان تحقيق داخلية في الجيش نيتنياهو لا يريد الآن أي تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر ووقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع قد يؤدي إلى وقف إطلاق النار مع استمرار المفاوضات في هذه الفترة وهذا ما لا يريده الآن لذلك نجده يراوغ ويدفع باتجاه الاستمرار في الحرب يتحدث عن الاستمرار في قضية الدخول إلى رفح بإصرار شديد طبعا والآن وزير خارجية يؤكد ذلك حتى رئيس مجلس الأمن القومي أيضا قال في مقابلة الفيزيونية الأمر ذاته فالوضع بالنسبة لنتنياهو هو المريح بالنسبة له هو الاستمرار بالحرب وربما حتى التضحية بالأسرى الإسرائيليين للهروب من صفقة التبادل هذه المؤشرات واضحة بالنسبة له وهو متهم بذلك من قبل عائلات الأسرة ومن قبل المعارضة أيضا من قبل أطراف كثيرة من قبل محللين كثر نتنياهو لا يريد الصفقة لكن في الوقت نفسه لا يريد أن يكون مكشوفا تماما أمام العالم بذلك فيحاول أن يراوغ الآن هناك ضغط داخلي من قبل شركاء في الاتلاف الحكومي وحتى من قبل وزير الدفاع وهو من أعضاء حزب الليكود أيضا فالأمر ربما يحصر نتنياهو في هذه النقطة مع الضغوط الأمريكية والدولية ربما يضطر إلى قبول هذا الإطار لا نعلم إن كان سيبادر إلى تخريبه أو اختراقه كما حدث في الهدنات السابقة عندما بادر إلى قصف قطاع غزة في تمام الساعة السابعة من اليوم السابع لعمليات التبادل باتهامه المقاومة بأنها لم تلتزم بالاتفاق ولو كان حريصا على حياة الأسرى الإسرائيليين فلربما منح المقاومة الوقت لترتيب أمورها بشأن اليوم الجديد في عمليات التبادل لكنه كان ينتظر أي لحظة لاتهام المقاومة بانتهاك الاتفاق وللعودة إلى القصفة للاستمرار بالحرب سيد البرغوثي فيما يعنى بالهجوم البري على رفح ألا يخشى نتنياهو أن يكون هجومه هذا بمثابة القضاء تماما على المفاوضات والوصول إلى طريق مسدود نتنياهو لا يهم ذلك نتنياهو هو الذي قضى على المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية من أجل التوصل لصفقة سلام نتنياهو هو الذي حرض بشكل عنيف قبل أوسلو وخلالها على يتسحك رابين وصولا إلى اغتياله وهو واضح في أنه يسعى إلى القضاء على التطلعات الوطنية الفلسطينية يسعى إلى حسب الخطط التي يطرحها نتنياهو ومستشاره ووزرائه ويسعى إلى السيطرة التامة على قطاع غزة عسكريا حتى أن ما كشف عنه أن إسرائيل تخطط لوضع مناهج دراسية للقطاع تعمل على تقليل التطرف كما يقولون والتحريض ضد إسرائيل بمعنى هو يريد السيطرة التامة على قطاع غزة ويرفض بالطبع عودة حكم حماس ويرفض عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع يريد أن يبقى القطاع تحت الاحتلال العسكري وأن يدار من قبل من تختارهم إسرائيل في القطاع كما يتوقع أو يظن لتولي الأمور المدنية في القطاع بما فيها حتى تحديد المناهج يكون إسرائيليا على أن ينفذ بأيدي فلسطينية يعني هم متفائلون جدا كما يبدو بهذا الجانب فبالنسبة لنتنياهو لا يهم لا عملية سلام ولا أي شيء من هذا القبيل يهم نفسه فقط أن نجاء بنفسه من المحاسبة وأن نجاء بنفسه من المحاكمة ونحن نتذكر في فترة الاحتجاجات الإسرائيلية على قوانين ما تسمى الإصلاحات القضائية نتنياهو كاد يتسبب بحرب داخلية للإسرائيليين لأن مصلحة الشخصية كانت تقتضي ذلك فلنتخيل ما الذي يمكن أن يفعله في قطاع غزة وحتى في الضفة الغربية وربما في لبنان إذا رأى أن مصلحة الشخصية تقتضي الاستمرار بالتصعيد على حساب أي صفقة أو هدنة